ازايز الشويبس انا حلفة مصبها في حلقة السنية دي جبت 3 ازايز الشويبس وبدأت ان انا اشهر عليهم من الاستيكر الموجود عليهم ده يبت اشهر بسهولة جدا وبعد كده جبت قطعة من الكارتون وبدأت ان انا اقطع على قد القاعدة بتاعت التلات ازايز كده ولزقتهم في بعض وحددت الكارتون بالقلم وبعد كده اقطعتهم فصلتهم فعلا وعملت بينهم واحدة كمان ولزقتهم من الاثنين في بعض علشان تبقى القاعدة بتاعت الازايز تكون قوية شوية وهنشتغل النهاردة بخط الخيش مش عايز اقولوكو انا بحب اصلا الفيديوهات اللي انا بشتغل فيها بالخيش جدا كان عندي شريط بتاع الخيش ده تقريبا العرض بتاعه ونص سنتي خط الخيش موجود في المكتبات الكبيرة وموجود في محلات الخردوات او محلات التطريز وبرضو موجود في المحلات بتاعت الهانديميت ممكن نلاقيه بكل مقاساته وكل اشكال قطعت كده حيتتين من خيط الخيش وعملت لها ودنين كده شكلون نطيف وبعد كده مسكت الخيش ولفيته ودير ميدور على الازازة من تحت زي ما انتو شايفانها كده تقريبا حطيت تلات مرات الخيط الخيش بحيث ان انا قداري تلت الازازة كلها من تحت ممكن برضو نستبدل خيط الخيش باي شريطة تريز او ممكن نستبدله باي قماش لو عندي قماش قوي شوية او قماش جانز مثلا ممكن اقطعه على قد القاعدة من تحت تلت مثلا الازازة وحطه عليها ما فيش اي مشكلة خالص يعني عادي تدبيل عن مدن ممكن تبدلي فيها باي طريقة وبعد كده اعملت العرق بتاع الزجاجة كده من فوق اعملته برضو بالخيش كان عندي قطعة الجلد دي انا برضو الجلد انا كنت اجابه برضو بالمتر كده تقريبا كنت اجابه نص متر من فترة طويلة من برضو مكتبة كبيرة او ممكن اي برضو في محلات الخردوات بس مش مش متوفر كتير بصراحة يعني ممكن تجبوه من محلات برضو بتوع القماش يعني ممكن تجبوه بس بس الجلد ده بيبقى خفيف شوية فبيبقى سيل شوية في التعامل عن الجلد التاني اللي هو تقيل يعني وحطته كده عليه كشكل ديكوري وكان عندي دايبيس الضغط دي حطتها ممكن نحط تطريس ممكن بنحط الحاجة خالص برضو عادي زي ما تحبوا لو عايزين تنفذوها زي ما هي لو عايزين تعملوا حاجة تانية تضيفوا حاجة تانية موجودة عندكم او ممكن مثلا حاجة مش موجودة عندكم فتستغنوا عنها برضو عادي يعني عادي التدوير مفيش فيها قاعدة معينة اللي موجودة عندك ممكن تنفيذي بسهولة جدا وغفت